انا دكتور احمد عبدالعاطي وستاذ امراض القلب كل الطب اسكندرية بحب اكلمكم النهاردة على مرض مهم جدا وهو مرض الشرعين التاجية للأسف مرض الشرعين التاجية في مصر في تزايد مستمر كنا من حوالي 10-15 سنة حوالي 8% نسبة الاصابة في مصر دلوقتي زادت الى حوالي 11% ده معناها انه على رغم من كل المعلومات اللي عندنا وعرغم من كل الكفاح اللي احنا بنحاول فيه في علاجات حديثة في اساطر في دعامات في عمليات في عدوية جديدة الى انه للأسف المرض عمال بيزيد ليه بيزيد؟ لانه مرض الشرعين التاجية بكل انواعه اللي هي الزفحة الصدرية المستقرة او الزفحة الصدرية الغير مستقرة او جلطة الشرعين التاجي التلات انواع الدولة موجودين وبيزيدوا لانه له مسببات المسببات بتاعت مشاكل الشرعين التاجية بكل انواعها تبدأ من التدخين السكر الضغط المرتفع الفعلات والتوترات الكوليسترول العالي الاستعداد الوراثي او الاستعداد العائلي كل دي اسباب موجودة وللأسف احنا مش هنالنغير طبعا التاريخ العائلي او الجيني بتاع العيان لكن نقدر نتصرف الضغط والسكر والكوليسترول والدخان ونقدر ان احنا نزبطهم كويس جدا ونزبطهم بعنف زي ما بنقول يعني ايه بعنف يعني لما يكون العيان عنده مشكلة في الشرعين التاجية او عنده استعداد وبيدخن لازم نقوله يبطل دخان ولازم ننصحه نصيحة شديدة جدا ان لازم يبطل دخان بكل انواعه ما يفعش يقولي هبطل سجاي واشرب شيشة هبطل شيشة واشرب باب كل ده دخان وكل ده مؤثر والتأثير سيء وبيزيد كل ما العيان بيشرب اكتر او بيقعد فترة طويلة اكتر يعني اللي بيشرب بقى له سنة غير اللي بيشرب بقى له عشر سنين اللي بيشرب ثلاث سغير غير اللي بيشرب تلاتين سجارة في اليوم لكن عايزين نتفق ان حتى سجارة واحدة مؤزية لمدة ساعة يبقى اذا التدخين لابد نحاول احنا نبطل التدخين كثير جدا من المرضى بيسألوني ازاي ابطل طب ما فيش دواء يخليني ابطل طب ساعدونا بحاجة فيه ادوية خليك تبطل بس الحقيقة هذه الادوية لم يسبت فعليتها ما لم يكن فيه ارادة من العيان يبقى اذا عشان ابطل دخان ممكن اوي ابطل لو عندي ارادة ان انا ابطل دخان الارادة اهم والمفتاح السري لتبطيل التدخين نعمل اتنين للضغط العالي لو فيه ارتفاع في ضغط الدم فوق مئة واربعين على تسعين لابد ان احنا نزبط الاكل نعمل لايف ستايل موديفكيشن نقلل الملح في الاكل نقلل الوزن نحاول نمشي كل يوم تلتساع اقلل مرخ خمس مرات او خمس سيان في الاسبوع وناخد علاج للضغط عشان الضغط يتزبط لو ضغط اتزبط اتحلت المشكلة الخطوة اللي بعدها بالنسبة للكولسترول مفيش حد يبقى قاعد كده سيب الكولسترول بتاع ما عرفش هو كان يعني لازم نعمل تحليل على اقل مرة كل سنة واذا لقينا الارقام مرتفعة لابد ان احنا نتعامل مع هذه الارقام بجدية ماينفعش نعمل تحليل الكولسترول للضغنيات وبص انا كعيان في التحليل وقول اه التحليل ده حسب الكلام المكتوب في المعمل على الانين التحليل ده كويس متفل وعشرة الحقيقة لا لان المعلومات اللي عندنا عن الكولسترول امتى يبقى طبيعي ايه الهدف بتاعنا عايزين ينزل لغاية كام الكولسترول المؤذي حاجة اضر حاجة تانية كل دي معلومات مش موجودة في الورقة بتاعت التحليل او النتيجة التحليل تبتاخدها من المعمل احنا عايزين نعرف ان الكولسترول لابد يكون فوق اقل من 180 الكولسترول الضار ال LDL لابد يكون اقل من 130 واذا كان فيه سكر او فيه ازمة البيئة سابقة لابد يكون اقل من سابعين ال HDL اللي هو الكولسترول المفيد عايزينه في السيدات فيه 45 في الرجال فيه 35 وده مفيد عايزين نرفعه بقدر المستطاع الدهون السلاسية لابد تكون اقل من 60 يبقى الارقام دي لازم نبقى عارفينها عشان لو بصينا في التحليل بتاعنا نعرف احنا ماشيين صح ولا لا لو مش متزبطة لازم نعمل نزبط الاكل نمنع الدهنيات الدسمة السمنة والاشتة والزبدة والكريمات نفضل دايما الزيوت النباتية زي زيت الدرة زي الدوار الشمس زيت الزيتون كل حاجات دي مفيدة جدا زايد ان احنا نمشي برضو للمرة التانية الماشي على قلة التساعة او نص ساعة خمس ساعة في الاسبوع على الاقل زايد اذا كنا مش عادرين مش عادرين نوصل للهدف اللي انا قلته من شوية يبقى لابد من استعمال ادوية الستاتنز وخصوصا في مرضى القلب والسكر لابد من استعمالها والنزل الاقام دي نزول شديد يبقى كلمنا على الضغط كلمنا على الكوليسترول كلمنا على التدخين فاضل مرض السكر لابد انه ينضبط لابد تحليل السكر الصايم يكون حوالي مية خمسة وعشرين مية خمسة وثلاثين بعد الاكل ما زيتش عن مية وتمانين الى متين السكر التراكمي يكون اقل من سبعة عشان انا اقول المريض السكر ده السكر بتاعه منضبط لو لم يكن منضبط ده هيأثر على الضغط أثر على الشرايين هيأثر على شرايين العين على شرايين الكلة على الشرايين الترافية يبقى اذا زي ما احنا شايفين كده كل مضاعفات مرض السكر على الشرايين العين المخ القلب الشرايين الترافية بتاعتها رجلين وزي ما احنا بنشوفه بنسمع مشاكل الشرايين دي عند هؤلاء المرضى لو درت كمريض سكر تزبط سكرك بالارقام اللي انا قلتها دهيد وعملت Life Style Modification اتفقنا عليه ومشيت كل يوم او خمس تيام في الاسبوع تلت ساعة لنص ساعة حميت قلبك زباط السكر حميت عينيك حميت الكلة حميت الشرعين رجلين الطرفية من مشاكل السكر وشكرا جزيلا